فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله على التقديرين أي أنه مظهر للنهي أو موجب له يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة نعم هذا كما كرر الشيخ في عدة مواضع من هذا الكتاب أن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والوثنيين والأميين أن ذلك أمر مقصود للشارع المخالفة أمر مقصود للشارع وذلك من أجل أن يستقل المسلم ولا يتسرب إليه وثنيات أو جاهليات تدخل في دينه ويحسبها أنها حسنة فإن المسلم مأمور بالاستقلال بدينه وعدم السماح لأن يدخله شائبة من الشوائب ولو كان ذلك مستحسنا عند الناس أو عند الإنسان فإن العبرة ليست بالاستحسان العقلي وإنما العبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة ترجمة نانسي قنقر